أنا خرجت من السجن نهار سعود شهر سبعة عام ٢٢٤ أنا أولا كنت من الملفودين ديالا جريمة ديالا خزنة الحاديدية ديالا قدير يا رجل أعمال ومعناه أنا والزاميل ديالي التولي على قل الحرية ومعايا شخص أخر ما زال فأراه الاعتقال ماذا مطلق الله صراحه البدن لمذالا معايا آقونا Virgin Arena ويمكننا العقوبة ديالا ديالا بأنا سنين و явرا شهر إطلاق الله صراحي لانا تعطى هذه العقوبة من المستحق ولكن المشكلة هناك معايا Và هم العلماء لانا نخطيطنا معنا في طريقة العملية وهناك الناس في هم رجل أعمال معروف وه對吧 اللاماني ومعامي ميدران هم الذين اخطيطو هذه القالة début gap وهم يشاركون معنا في العملية ولكن هم في حالة صراحة وهذه الناس كانوا طلبوا المسؤولين في هذه البلاد لأننا سواسية في هذه البلاد ستتطبق القانون كما نأخذنا الجزاء لأننا ستتطبق عليهم القانون في الحكم الأول الذي يبدأ دائرة تحكمه بعام نافيد وعام موقف تنفيد وكما نأخذ الجلسة في الأخير ستكون نهار 17 وصفر 7 يعني إلى ربع الجي لأنها كانت محاكمة تكون عادلة تنصف كل شيء تنصفنا نحن الذين يدربون هذه العقوبة وتنصف التسييد المشتكبين ونحن نتقي تامة في العدلة لدينا وفي القضاء هنا في مدينة أغادير هذا ما نتمنى نحن ستاة العناصر هنا هم الناس التي قلت لك ثلاثة أعمال المسؤولين المحامي ورشو الأعمال البرلماني ونحن ثلاثة الناس منفيدين نحن خططنا لهذه العملية تقريباً مدد 4 شهر لأن هذه العملية الرأي العام كل شيء عارفة بصفة عامة هذه العملية التي تمت لأنه ليس لخزنة الحديدية هو السيد كان معتقل في سجن 8 من اللول ونحن نفيدنا العملية لأنه أنا كان نسيبه وعالي عندي علم في البروفين كان الخزنة ولكن سوف نشرح لكم العملية كدرت من نهار للول تخطيطها لأنه من الأول تلقيت مع المحامي المحامي هو المخطط الرئيسي في هذه العملية لأنه اللي كان نسق مع أعضاء الأخرين المتهمين في هذه القضية المحامي تلقيت بلقاء ديالي معه على حسب أنا دي الساعات كان عندي مشاكل مع النسيب ديالي ترني من العامال وكانوا مشاكل هذا وشيء من الأخرين كانوا نتروضين من العمل من فندق فرشك انت كانوا نشتغل وهو من اللي ورّوني ذاك المحامي ومشينا عنده وقصنا معه وعطينا الدوسي ديالنا ديالي الخدمة باش يترافع علينا باش يجبنا الحقوق ديالنا تم التوضيات العلاقة ديالنا مع المحامي ولا ولقاءات ولا واتصالات ولا ومالناس ميتو كان ننسيب ديالي 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 تتحكم وكان هو كيد ديالي المحكامة امتدائي ديالي قادير كيد دخلنا وكانت كورونا ديالي الساع صعيب باش ندخل المحكامة كان نحضر الجلسة ديالي تتحكم 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 نافيد في الحكم اللي اول عنده في الطورات العلاقة ديالي عام اللي يجب هو ما قنعته مش هما محاميه والسيد اللي معاه ما قنعته مش ديالي ما قنعته مش ديالي محاميه باش يطلب من المحامي بعد الأشياء يقول لك وديره ضروري خصنا شي وراقره عنده باش نزيدو نغرقوه وانديرو اليه طب الطورات العلاقة ديالي مع المحامي طورات العلاقة ديالي مع المحامي هم يمطون كاللقاء محامي كنستقلين للقاء مع مع رجل اعمال اخر المعروف اللي عنده معه النزاع ولك يتلقوا في المحكامة ولك يطلب مني في وراق يقول لك بغاء وراق ديال الشركات دياله ديال لطي الفش ديال السيد اللي تسرقات لانخزنا منهم الشركة المهم لوراق ديالك شاجعيك ما نقول لك المسائل بغادوك الوراق وهذا ولكن ذوك الوراق مني يجيبوه مني رخصك شحار من حاجة باش تجيبليه الوراق يعني رخصك تدير واحد الجارمة باش تجيبليه المسائل اللي يبغى مهم طورة العلاقة او لو عندنا لقاءات معهم والسيد اللي معي المنفي التهوى اللي يخرج التهوى معي كان عنده علاقة مع ذاك البرلماني السابق لحنا كان كي عارفوه كي يخدم معاه وكيدوز معاه وعنده علاقة معه سينين طويلة هذي طورة العلاقة التهوى عنده بغا شي شيكات بغا شي كينبيالات بغا شي عقود ودك شي كل شي كين كين في ذاك الخزنة وذاك الخزنة ولينا كان لقاءات معهم ولينا كانت تلاقاوه الزاف صافي قال لك سيد يخصك تجيبوه لنا ذوك الوتائق باش مما باية ثمان سيد برنامي السابق عرض على زميل اللي كان معي وعرض عليه شق وعطينا شق وعطينا شق وعطينا مع السيد الرجل اعملته وقلسنا شق عرض على الناس وعطينا لنا ذوك الوتائق وعطيك فلس كانت وعد موعد كانت كاذبة رأي العام كل شيء عارف كل شيء مهم مشاط المراحل بها كتدريجيا تقرب الاستئناف ديال من الخزنة قرب الحكم دياله الاستئنافي وخصدوك الوثائق بأي ثمن وكان الوقت قصير والمدة قصيرة وخصدوك الوثائق بشمع هناك احسك تلقى الوراق والشراكين في البرو وكما تدخل احسك الاتخال والسراق وهذه واحدة الجاربة قال ليك او دير انت تجيبنا المسائر الفلسطية الكومرة هذه الحقيقية الكومرة ما تضيعوش وهذا وكانت واحدة الأزمة يالكورونا وانت مطرد من العمال الاستغلال غير مستغلك لانا استغلال ضعف ديالك وانت مطرد من الخدمة ما عندك وكاري وعندك ولدات ومعندك مدخول ما عندك هذا والبناد ما فأرض عليك رأي واحد أرض عليك بحلكك رأي يقول لك مغامر انا كان عندي نزاع وكان اسميته هذا المصافي التاسي اللي معايا اللي خرج معايته هو كان عنديه نزاع مع مع ملخزنا انا هشوف من الصدف كان نزاع وهذا استغلت الضرفية مني تستغلت الضرفية مع الناير لنقطة حمودك شو نجيبه المسائر وانا عارفت ديرايا عندي ديرايا بالبرو فين كان نلخزنا وهذا احنا من اللي قلنا نفده العملية صافي اتفقنا مع المحامي كانت لقوا لقاءات هادا مني كانت لقوا معاه صافي كيقول لك هذي يدخلوا باش مما صافي وصلت لوقيته قال لك ودي قريب الاستيناف رخصنا دوك الوراق باش مما دوك الوراق فيهم واحد ريزيليا سونت كونترا وفيهم واحد الكنترا دبي هذا هو وطائق مهم لانا كان جوش شركة في الفندوق ذاك شو ما عارفينه مهم هو قصك جيب لي الوطائق وواضي عارف شنو كين صافي تمت العملية مشينا تفقنا هذر معانا بعدها المحامي طلقينا قال لك ودير هذي يدخلوا لانا قرب باش نختصر لك انا سميته قال لك هذي يدخلوا نهار اثنين لاناعتنا واحد الخطة قال لقايب ال sosol قال لك هذي يدخلها واحد للامرة قال لك هو вышنجة ديلا فلنіє هاذك يعجبها هذي يكون في العمارة لانا عنده جلسة معه الممنيت هما سيكون حاضر لنده احترام سيكون ضخوني هي ذلك العسهات عنده شكبر فلنyimور للمحامي ولي شد القضية دير رجل اعمال وهو اللي عrie ديلي saying هو اللي الد� psychologically مع الصباح انتو ما تستغلو ديك الدرفيا ديك الدخلوا ما يكونش العساس انتدخلو رمتك ترقره مفتوحا كتاب ديك رمانا المكتب ديك النافذ المحمي ركي نفس العمارة فاش كنا نلخزنا فاش كان بيرو ديك في سرقات اللخزنا مهم جينا إحنا نهار اثنين مع الصباح دخلنا جينا كندفجأو ما زل ما جينا جينا النافذ ندخلو ديك اخدامو بالعساس كاين تم أما تقنصوني على المحامي لا يجاوب شخص يجاوبني في المحكمة قالوا يا ما في المحكمة ستحدث عن عيدي سوف يذهب في حالنا طالب وصلت لوقتها للدور تقريبا كاكتصل بيدا لدينا الزناب طوبي مشينا مشينا لجاية الدخلة اذن قمنا لجاية الدخلة قال لها شخص ما وقال لك قال لكم قال لك قال لك قلا لك بعد ذلك نظر معكم في المحكمة راتب الاساس را عنده اسمية تعجلة الجلسة أحياناً لأننا أغسط طلب الشهود لتحضرون له صافي تلغط العملية قالت كيف ستكون دخلون لتما دروري يجبوننا ذلك الواتائق نحن مع ذلك الدرفية ونغذلت له دخلنا الخطة ودخلنا ودخلنا البرو ودخلنا ذلك الواتائق ودخلنا ذلك الواتائق التي كان لدينا في ذلك الواتائق ذلك ما ترينا وإننا جمعنا كل شيء ودخلنا من الضوات ونحن نتضيف رغم أن في البرو يصبح ثلاثة أو أربعة وفيهم المستخدمين وفيهم المستخدمين وفيهم الكثير من الحواج ورغم أن البرو تتخرج فيه فيها المستخدمين ونحن نستهدفنا ودخلنا ذلك المحتوى ودخلناها في حالنا ودخلنا مستخدمين كنا هم الطريق والشيكات وأنا كنا كنا بقرة وحرقنا كان هناك أشياء هذه الأشياء حينها فلس تضع لنا لا، فلا كانوا ذلك على عقد كمبيالات من ما كانوا كنا كان هناك شيكا علىه بوضع فقط لنعطيك بإضافة فلما كان هناك مسائل دعني أمترينا هذا المسائل لأنه يوجد ثلاثة العرباء الخميس الجمعة ونحن لدينا البرلمان السابق الحيل المحمدي ونحن لدينا ثلاثة ونحن لدينا هذا السيد معه ونحن لديه تواصل مع الزميل ونحن لدينا العقود لدينا مطلق لدينا مطلق لدينا السيد وكانوا كيم بيالات وكانوا الشيكات لديهم تقريبا يفوق واحد تلتميات مليون من السيد بلاصينا تم هبطوا صاحبي اللي كان معنا ومشوا عنده ودخلوا عنده البيرو ونبقيت في طوامبير على براء ودخلوا عنده وعطوا المسائل وعطوا واحد تلتة الاف درهم لم يجدوا عنده الفلوس وقالوا لدينا ثلاثة الاف درهم ونحن نعطيكم الفلوس لأننا كانت الجمعة السابقة وفي علان صافي ونحن نقلنا لديه وقالوا لدينا وقالوا لدينا محامي ونحن نتجد المحكمة الابتدائية لدينا تولينا الوثائق لأننا كانت الجلسة وكانت الجلسة السامنة التي تبعها كانت الأخرى يوجد استناف في السيد الالخزنة قد تلتنا الوثائق قد نزلت لدينا الوثائق وعطيتهم له قد تلتوى الوثائق وهذا الشركة وهذا الشركة بدأك يقلب فيهم يزدون الوثائق اللي يبقى من هذا ومن هذا قال لي يا صافي صير التليفون بيناتنا قلت لي بالنسبة لك الشكل اللي يمسيني وعلى بايات قال لي خليه تنعيط لي كان نحن مزروبين دباب هذا الوراق لنقضي المحكمة على حساب السيد قال لي سخر مشينا سيمانة سيمانة صاحبين اللي كان نخرج معي يجب أن تصل البرلمان السابق لكي يكملي الفلوس اللي يدار معه و يجب أن تطلع عليه و أخها من بعدها لم يزالها هنا رأى عندي خدمة المهم مشاة القضية التوصل للسبت اللي جاي السبت اللي تابعوه السبت اللي تابعوه تصلنا مع المحامي والعراق هذا قال لي كراه المسعي اللي يكون مضمونه هذا جيوا عندي تلاقينا نهار السبت هنا الوثائق السبت اللي تابعوه مشينا عنده الفيلا دياله عند المحامي ندخلنانا وصاحبي نخرج ممشاش معنا ندخلنا ودخلنا ندخلنا عنده الفيلا دياله رحبنا ريحنا أعطينا الشيك مزيان و بعدك تصلب السيد رجل أعمال قال لي المسائل مضبوطة كل شي هو هذا يجريح معنا قال لي كشوفوا ردب المسائل ديالكم انا هادرت مع السيد أعطينا ديالنا ونشوف حالنا شديد المسائل ديالك أعطيني نعطيك هذا الشيء يبلي كين أعطيتك المسائل ديالك أعطيني قال لي هذا صبر وعده قلت لي ماشي مشكلة قال لي منتاج أعطيت لكم قلت لي مستقبل قلت لي مستقبل هناك كيندر المسائل ديالهم وعطيني المسائل ديالنا ما يعطينا ما يكون هذا الشيء يوصل لها هذا الشيء كامل ولكن هو كاوث ترجل القانون لأن فهذا قلت لي مستقبل ما يقولون لي قرأ القانون دياله ويطبقوا علينا صدقتك القانون تقلب عليه كامل لأن استغلت الظرفية ديالنا ويستغلوا كل شيء ديالنا وقال لك سيديا نديروا نديروا واحد بخطة باش تعتقلوا وهذه نخرج لكم ونديروا لكم التنازل عند الواكي أكثر ما يفعل وقلت لي نحن نجحوصنا لهذا الشيء نعم ما يعطيناك مسائل ديالنا ماشي في حنة صافي قال لي لا رد ما نحن هذي الناس لمعنى رجل أعمال وبرلماني والناس عندهم النفوذ وعندهم هادي وخايفين على ريصهم ولا يبقى شيء مشكيل ولا هدا قال لي وده براد نحن اللي ناكله قال لي ما تخافوا ولو واشحنا نعطيناكم مكلمة لكلمة هدا وشدوا فلسكم ونديروا لكم صافي تفقنا على ديك العملية باش نتعتقله باش نتصل بنا في تليفون واسجلنا وتكون عملية ديالي ابتزاز وهذا يكون فيها محاولات الناصم وفينا نتلاقها وفينا هذي تعتقلنا الضبيط القضائية تمت العملية بتدقيق ديالي بتدقيق بتسجيلات ديال تليفون بكل شيء مضبوط وانتعتقلنا ومشينا الكوميسارية ومشينا اعتقلنا الضبيط القضائية وقدمونا عند الواكيل ومشينا بعد وانتتقدمنا وانتفاجأوا وما كان نحتاجه واحد ما كان لدي المحامي وما كان نحتاجه احد يجري وانتفاجأوا محامي اخر وانتقلوا وقدموا وقالوا وقالوا لعمل القضاء رجعنا على العمل هو أمر بالاعتقال الواكيل لا كان такого والزاميلي والواكيل وكاتب我們 فقدمو وخامنا وامر بالاعتقال وقالوا وقالوا من المشي وقدموا سيطرنا والنس نسود وقالوا دخلنا السيد اللي معايا كايت تصل في المحامي مكانش اللي بيجاوب هذي ولو تقول صافي بقنات مال مدولة لولاد تانية التالتة الرابعة بتلعش تدير هذ ناس دحوا بينا غضروا بينا داروا لنا هذ المسائل ما عدنا هين احنا ننكلوا العصاب وحدنا طاو مخصوم يخلصوا هذ شي اللي داروا لان هذا الشي ماشي فعيل هذو اللي داروا باش تمشي تضحي بينا وتصفني للحبس وانا درت معاكل اللازم وغمرت ودرت تعطيني نعطيك ما درتيش هذ شي ماني حضرنا طلعنا لالجلسة قلنا الحقيقة كما هي هذ الناس هرهم ما اللي يخططوا لالشي وما اللي كانوا وما اللي داروا فعلا دست العمالية وردونا عند قضية التحقيق من ازنا عند قضية التحقيق تمت المواجهة معهم وتجي بدو اديلة وتجي بدو بزاف ديال الحواج لانا كينا مكالمات هاتفية كينا تسجيلات تكتبت هذ شي اللي كان قولنا وقالتوا عند قضية التحقيق ما يزيد على 400 مكالمة بينه وبين الموحن وكانت تسجيلات تمت تكتبت هذ شي اللي كان قولنا وقالتوا عند قضية التحقيق وقالتوا فالحكم الابتدائي اللو والديال لهم فاش حضرناك وشهود هذا شي مكتب فجأني يعني لانا كل شي تبدك وهذا شي اللي يجدلك ديال الاساس بانا وقال لك ان عنده الجلسة وانده هذا يعني الاشي ماشي محد صدفة مهم نحضرنا الجلسات تحكموا هما تحكمنا احنا جعطونا ست سنين استانفنا حيدو النعامي وهما قول جلسة الطولات عندهم من يتحكموا تحكموا حضرنا معهم في الجلسات وحضرنا في الجلسة الحكم الابتدائي اللو والد أعطوهم عام نافيد وعام موقفة نافيد هذا الاستناف والاستناف هو ديال كنا الجلسة الأخيرة قبل ما لهذه الجلسة اللي تطير نهار 17 ولكننا فيها حتى الجوج دياللي ودازو الزمالة اللي كانوا معايا دازو كشهود بجوج أنا بقيت للأخر من اللي بتندز ارفضني وقاضي الرئيس ديالجلسة لماذا لان عندي قاربة معه رغم ان دازتانا كشاهيد عن قاضي التحقيق وداز كشاهيد في الحكم الابتدائي اللو والد وعليش همترفض في الجلسة اللي استناف كشاهد وانا مخطيت معهم امون في ديال العملية وعندي تواصل مع هدوك المتهمي الاخرين وعليش همترفض للشاهدة دياللي هذا الشي انا باش اتفاجأ وانا شي اللي كان طالب من قضاء في اقادير هنا في هذه الجلسة ياخذوا بالاعتبار هذا التصريح دياللي لانا لا يعقل انا كمتهم رئيسي في العملية وترفض للشاهدة دياللي وانا ترفض من قضاء التحقيق ومن الحكم الابتدائي اللو والد هنا كنت طالبوا من راعدنا التقاتان في القضاء في اقادير وفي الناس المسؤولين في الرباط وزير العادل سيدنا الله ينصروا القضاء نحن سواسية في هذه البلاد بحال اللي عنده بحال اللي ما عندهش ديرتي اخسك التعقب ديرتي اخسك التعقب كين اديله ادي التعقب كيناش اديله ما كناش اديله اقدره اخرى هذي واذشي هذي القضية وكديره ترجمك بماتدرون المساوات اجتبوا تماما المساوات اوما لدى انهم كنا نعم بخلصات اشتركوا في القناة